ومن المعلوم جداً أنه أنت الآن لعل البعض من الناس البعض من الناس قد يتصور أن مشاركة الإنسان في الانتخابات ليس لها دور في الحقيقة لو لم يكن لها دور لما خشي منها هؤلاء الفاسدون لما حاولت الأحزاب الفاسدة التي كانت ولا زالت في السلطة أن تجيش الجيوش من أجل البقاء في السلطة لو لم يكنوا خائفين من أن يغير الشعب ويأتي بأشخاص آخرين لما خافوا هذا الخوف الشديد بحيث أنهم يجلندون عشرات المليارات عشرات المليارات مع ذلك يريدون ماذا؟ من هذا ماذا يريدون؟ يريدون من هذا أن تبقى هذه الكراسي عندهم لا أكثر ولا أقل وبالتالي خوفهم هذا هو خوف من التغيير وليس ماذا؟ وليس خوفاً من مجرد المشاركة لأنه المشاركة وحدها لن تحد للمشكلة إنما المشاركة الواعية المشاركة التي تجعل الإنسان الفاسد يخاف على نفسه من الخروج من السلطة وبالتالي يعني ما يتلو ذلك من خطوات ونحن نعلم أن الكثير من هؤلاء الذين كان البعض يتحدث على أنهم ثابتون ولا يمكن تغييرهم ولا يمكن يقوه في وجوههم الآن ترونهم بشكل واضح كيف أن رئيس أعلى سلطة تشريعية في هذا البلد أصبح في مهب الريح وهو سيواجه محاكمة جنائية بعد فترة وقد نراه في السجن بعد أشهر قليلة لأن عملية المحاكمة تحتاج إلى أن تكون هناك جلسات تتعلق بالجرائم التي وجهت له ومنها جريمة التزوير ومنها ومنها بقية الجرائم التي وجهت له فهذا الدور وهو دور الإنسان في اختيار هذا الدور في اختيار الناس الممثلين لهذا الشعب في هذه المرحلة أمر مهم جدا ولا بد أن نعرف أن أهمية هذا الأمر أهمية هذه المشاركة تكمن تكمن في ترجمة نانسي قنقر